بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم مع ختم التصحيح التلاوة وصلنا للآية السادسة من سورة البقرة إن الذين كفروا طبعاً أهم شيء ننبه عليه في البداية هو إيه؟ نتعلم تحقيق الحركات الفتح والضم والكسر فمثلاً عندي الكسر في الهمزة إيه؟ الزال؟ ذي؟ عندي الفتح نا كا فا ننتبه لهذه الموازين الرأمة ضمومة تبقى رو ولاست رو هنا المقطع موجود فيه نون مشددة حرف أغن بيكون حكمه إيه الحرف الأغن؟ بنعطيه غنة حركتين طيب أنا عندي النون المشددة لو تتذكروا إحنا قلنا إن هي عبارة عن اتنين نون نون ساكنة ونون مفتوحة صح؟ الغنة هتكون فين؟ مع الساكنة ولا مع المتحركة؟ الغنة كلها بتكون مع الساكنة كل الحركتين فحقرأ الهمزة المكسورة ثم نون ساكنة مع غنة حركتين ثم نون متحركة بالفتح أقرأها إن إن الذين همزة الوصل تسقط في الوصل وإذا بدأت بيها حبدأ بالفتح لأنها دخلت على لام قال للتعريف حرف الذال ننتبه أنه هو يقرأ ذال وليس زي هذا خطأ ما نقولش الذين نقول الذين كثروا الكاف متحركة بالفتح وهي حرف مرقق فميزانها كاف فتحة كا وليست كا يبقى لما نقرأها ما نقولش كافرو لأن نقول كافة كافرو فالخطأ الشائع هنا تحولها إلى قاف وهذا إيه خطأ هذه الرأة هنا مضمومة إذن هي إيه مفخمة قلنا إن الفتح والضم في الرأات يفخم فحنقرأها بتفخيم ما نقولش كافة رو رو لأ هذا ليس تفخيم ولكن التفخيم الصحيح كافة رو رو نفخم صوت الرأة ولا نرققه طيب هذه الواو هي وو إيه وو مدية حتكون حركتين لأنها سكنة وقبلها ضم ألف مرسوم عليه دائرة صغيرة إحنا قلنا إيه على هذه العلامة في كلمة أولئك أن الحرف إيه لا يقرأ تمام إذن هذا الألف لن يقرأ فمش حنقولها كفروا لا الألف لا تقرأ وهذا موجود في القرآن الكريم بكثرة كفروا ذهبوا وأجمعوا قالوا أتوا كل الألفات المرسومة دي لا تقرأ سواء عليهم أولا كلمة سواء ناخدها كده حرف حرف السين والواو متحركتين بالفتح تبقى ساوى منتهينة هذا الألف فوق علامة المد الطويل والسبب أنه أتى بعده همزة طيب في كلمة واحدة ولا في كلمتين؟ في كلمة واحدة إذن هذا المد هو مد إيه؟ واجب متصل يقدر مده أد إيه؟ أربعة وخمسة وإيه كمان؟ وستة لماذا ستة؟ لأن الهمزة متطرفة لم يكن هناك حرف آخر بعد الهمزة لو كان فيه بعد الهمزة حرف واحد كمان هيبقى ما فيش ستة هيبقى أربعة وخمسة فقط يبقى حنمدها أربعة سواء أو خمسة سواء أو ستة سواء ممتاز هذه الهمزة هي فيها تنوين بالضم عند الوقف يلغى وتكون الهمزة ساكنة زي ما قرأت من شوية طب وعند الوصل ستلتقي التنوين بحرف العين هذا حكم إيه؟ حكم إظهار حلقي يبقى سيتم إظهار نون التنوين الساكنة فتقرأ بهذه الطريقة سواء عليهم سواء شفوا النون مظهرة عليهم مؤكرة عليهم العين دايما فيها خطأ شائع لما تكون مفتوحة هو التقليل البعض يقول عليهم عا عا لا عا عليهم هذه الياء هي ياء إيه؟ مدية ولا لينة؟ ياء لينة يعني إيه لينة؟ يعني ساكنة وقبلها فتح لا مد فيها وصلا وفي هذا الموضع كمان حتكون ووقفا يعني لا مد فيها لا وصلا ولا وقفا في هذا المقطع أنا دبت كله مع بعضه لأنه فيه حكم واحد متكرر أكتر من مرة حكم إيه؟ إظهار شفوي ميم ساكنة أتى بعدها حرف غير الميم والباء يبقى حكمها إظهار على طول دي أول إظهار شفوي وهنا أيضا ميم ساكنة بعدها همزة رقم اتنين ثم ميم ساكنة بعدها لام أدي رقم ثلاثة ميم ساكنة بعدها تاء أدي رقم أربعة ميم ساكنة بعدها لام أدي رقم خمسة يبقى نقرأ المقطع كده مع بعض سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا على طول الميم ساكنة بدون أي زيادة في زمن غنت طيب موجود عندي حكمين آخرين متشابهين النون بعدها ذال وهنا أيضا نون بعدها ذال حكم إيه ده؟ إخفاء حقيقي تخفى النون الساكنة عند حرف الذال هنقرأها بإخفاء يبتع الطرف اللسان عن مخرج النون ويقترب بالمخرج الذال هنقرأها أأنذرتهم تنذرهم تنذرهم الخطأ الشائع هنا في الإخفاء التأمض مما فالخطأ أن نستمر في ضم الشفتين حتى ننتهي من غنة الإخفاء الحركتين فالخطأ الشائع بيقرأوها تنذرهم هذا خطأ كإني قرأت بعد التاء فنضم التاء بالشفتين وننتهي من الضم ثم نعود إلى وضع السكون مع النون الساكنة تنذرهم هذه الرأة هي ساكنة والذال متحركة بالفتح إذن ستكون هذه الرأة مفخمة صح كده لأن احنا قلنا الفتح والضم يفخم الرأة سواء كان فوق الرأة أو فوق الحرف الذي قبل الرأة إن شاء الله هندرسهم قريب جدا في باب التفخيم والترقيق يبقى هذه الرأة مفخمة حقرأها أأنذر انتبه لترقيق الذال ثم تفخيم الرأة أأنذرتهم أأنذرتهم طيب أما هذه الرأة فهي ساكنة ولكن قبلها ذال مكسورة فستكون إيه مرققة يبقى حقرأها إزاي أم لم تنذرهم ذير شوفوا هنا ذرتهم أما هنا ذيرهم ذر ذير أظن الاختلاف واضح جدا بين صوت الرأة في النهاية كلمة لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ما فيش فيها أي حاجة خالص غير إن إحنا قلنا ننتبه حرف المد ألا يكون فيه غنة بسبب أنه مسبوق بحرف أغن ومتبوع بحرف أغن وننتبه للهمزة الساكنة ألا تقلقل واتكلمنا عنها في الآيات السابقة آية السابعة من سورة البقرة الآية تبدأ بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم أول شيء كما تعودنا الاهتمام بالحركات الثلاثة الفتح والضم والكسر ننتبه لكده ننتبه لضمة الهاء لأن دايما الحرف الأخير بيكون حركته مش بينة مع القراءة ننتبه لضم القوف واللام ننتبه لكسر الباء والهاء بهم وليست بهم الشيء التاني عندي فيه مدود طبيعية فيه قوله تعالى اسم الجلالة الله مقدرها حركتين على كمان نفس الحكاية حركتين الواو كمان حركتين الواو في كلمة قلوبهم حيكون مقدرها وزمانة حركتين على طول سواء وصلت أو وقفت لأن الماء ليس بعد حرف المد لا همز ولا سكون إذن حيكون مقدر مده على طول حركتين على نفس الحكاية حتكون في الوصل مقدرها حركتين وفي الوقف أيضا حركتين أما الألف في اسم الجلالة حتكون وصلا حركتين أما وقفا لو قفت حتكون مد عارض للسكون لأن حرف المد عند الوقف سيكون الحرف الذي يليه وهو آخر حرفه وقفت عليه ساكن من أجل الوقف إذن تيسر عندي وتوفر السبب يجعلني أمد مدا طويلا يبقى حتكون هذا الألف في الوقف اتنين أربعة ستة طب نشوف الأحكام عندي حرف الخاء هو من حروف التفخيم إذن مفخم هقول خاء أقرأها خاء وليست خاء يعني خاتامة وليست ختمة أفخم الخاء ثم أعود لترقيق التاء والميم خاتامة طيب لام اسم الجلالة حتكون أيضا مفخمة لأنها مسبوقة بفتح حد يقولي لأ مسبوقة بهمزة احنا قلنا هذه الهمزة هي همزة وصل تسقط في الوصل فحيبقى اللام إيه اللي قبلها على طول فتحة الميم إذن حتكون اللام مفخمة تقرأ خاتام الله خاتامل شوفو مل انتبه إن الميم لا تفخم بسبب تفخيم اللام القاف كمان حرف من حروف التفخيم ومضموم قلوبهم الآية كمان موجود فيها حكم تكرر أكثر من مرة وهو أيضا بالصدفة طبعا الإظهار الشفوي ميم ساكنة بعدها حرف الواو إذن هذا أول إظهار شفوي ميم ساكنة بعدها حرف العين إذن هذا رقم اتنين الإظهار الشفوي رقم اتنين سمعهم طيب سمعهم ميم ساكنة بعدها حرف الواو هذا الإظهار الشفوي رقم تلاتة ميم ساكنة بعدها حرف الغين إذن هذا الإظهار الشفوي رقم أربعة ميم ساكنة بعدها حرف العين هذا الإظهار الشفوي رقم 5 ميمات ساكنة كلها حكمها الإظهار الشفوي لأنه أتى بعدها حرف غير الميم والباء نرجع مع بعض عشان نفتكر إذا كانت الميم الساكنة بعدها ميم هيبقى إضغام شفوي وإذا كان بعدها باء هيبقى إخفاء شفوي أما باقي الحروف فهي إظهار شفوي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم حرف ألف عليه علامة المد الطويل وبعد همزة ولكن في كلمة أخرى إذن هذا المد سيكون مد إيه؟ ما نوعه؟ مد منفصل إحنا قلنا المد المنفصل بالمد بمقدار 2 أو 4 أو 5 في تلوية الشيخ محمود خليل الحصري بيقتصر على مده بحركتين فقط فبدون مد طويل يقرأها وعلى أبصارهم تمام؟ هذا أيضا صحيح الباء أتى ساكن إذن في إيه؟ قلقلة وقلنا إن القلقلة اهتزاز في مخرج الحرف حال سكونه دون إمالة إلى فتح أو ضم أو كسر فمش هقول أبصارهم ولا أبصارهم هقولها أب أبصارهم حرف الصاد مفخم أتى مفتوح وبعد ألف فهذا تفخيم من أعلى مراتب التفخيم فنقرأها أبصارهم الرأ مرققة لأنها مكسورة ثم ننتبه لكسر الهاء كمان الغين حرف من حروف التفخيم ما ليش دعوا بحركته حركة حرف التفخيم هي تحدد مرتب التفخيم تفخيم قوي أم أقل قوة أم أضعف ولكن يبقى فيه تفخيم ثم بعد الشين ألف مدية حتكون حركتين حنقرأها غشاوة هذه التاء المربوطة هي في الوصل حتكون تاء وفي الوقف حتكون هاء يبقى لما أفحقول إيه غشاوة وعند الوصل حتكون تاء عليها تنوين بالضم التنوين بعد حرف الواو إذن حيكون الحكم عندي إيه إضغام بغنى أم بدون غنى بغنى إضغام ناقص أم كامل ناقص يبقى حقرأها غشاوة ولهم إحنا قلنا إن المين بعدها عين ده إظهار شفوي كلمنا عنه من شوية عذاب هذا الألف هو مد طبيعي حركتين عند الوصل أما إذا وقفت على الباق حيبقى مد عارض للسكون اتنين أو أربعة أو ست حركات تنوين عذاب بعد حرف العين حيكون هذا الحكم إيه إظهار ما نوعه حلقي لأنه خاص بالنون السكنة والتنوين فيتم إظهار نون التنوين السكنة وأقرأها عذاب عظيم عادي جدا زيها زي أي قراءة بنقرأها في اللغة العربية حرف الضاء هو من حروف التفخيم مكسور أيوه احنا اتفقنا خلاص إن الكسر لا يحول حرف التفخيم إلى حرف مرقق عظيم هذه الياء هي ياء مدية حركتين وصلا ووقفا حتكون برضو مد عارض للسكون حمدها بمقدار اتنين أو أربعة أو ست حركات الخطأ الشائعة هي أغلبها في التفخيم والترقيق يعني حرف الخاء في كلمة خاتمة أغلبنا يقولها ختمة بالأخص في مصري يعني طيب كمان الميم أحيانا ترى تفخم بسبب مجاورتها للام المفخمة في اسم الجلالة فيقرأوها ختم الله لا هي ختم الله كمان عندي حرف الصاد في هذه الكلمة أبصارهم الخطأ الشائح فيها كمان يقرأوها مرققة حرف مطبق فلابد من تفخيمه بطريقة أقوى كمان حرف الغين والضاء هو حرف مفخم ولكن مكسور فهي أقل مراتب التفخيم أحيانا يرفعوها المرتبة أعلى من مرتبتها فيقرأوها غي شاوة غي الخطأ الشائع كذلك هو ضم الشفتين مع حروف التفخيم بالأخص في الصاد أبصارهم أبصاصو هذا خطأ المفروض الفتح بالتعاد بين الفكين العلوي والسفلي والتفخيم المسؤول عنه أقصى اللسان وليس المسؤول عنه الشفتين عشان أضم الشفتين قلنا ضم الشفتين مع حروف التفخيم لا حاجة له مطلقا إلا زا كان الحرف مضموم مثل كلمة قلوبهم منذ قليل قلوبهم حضم الشفتين مع القاف أما إذا كانت زي الخاء مفتوحة الصاد هنا الغين ما فيش داعي أبدا لضم الشفتين مش محتاجينه وغير صحيح أساسا حوي الأذال إلى زاي هذا خطأ ولهم عذاب عذاب هذا خطأ فننتبه نقولها عذاب عذاب كلمة عظيم من الأخطاء الشائعة أيضا وللأسف ده ما وجود في مصر كمان يعني إن يقرؤوها زاء فيقولوها عظيم عذاب عظيم نحن نقرأها عذاب عظيم عذاب عظيم بيكون في ملمسة لطرف اللسان مع أطراف الثناية العليا يعني أطراف الأسنان العليا بالبلد يعني عذاب ذا عظيم نفس المخرج هذه العلامة هي موجودة فوق كلمة غشاوة بين كلمة غشاوة وباقي الآية وموجودة أيضا بين كلمة وعلى سمعهم وباقي الآية هذه العلامة هي علامة من علامات الوقف والابتداء واسمها صلة صلة وليست صلي أرجوكم القرآن الكريم مش هيسيب للعالم كله وحيكلم النساء على إنهم القراء الوحيدين للمصحف فحيقول لها صلي وقلي لا حيقول صلة وقلا بأخوذ من الوصل أو لا أو الوقف أو لا هذه العلامة في الوقف والابتداء تعني أن الوصل والوقف جائزين لتنين ولكن في صلة بيكون الوصل أولى وفي قلة بيكون الوقف أولى إن شاء الله سنعمل الفيديو خاص بهذه العلامات أتمنى يكون تصحيح سهل ووضح معكم وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته